اشتركوا في القناة غير مسبوق بداخلها ينذر بنهيار بعد الفضائح المتوالية من سرقة للقيادات لأموال من التبرعات مرورا بسقوط محمود حسين مطارد من الجماعة وملفات كثيرة لها علاقة بالخلافات الجذرية داخل هذه الجماعة فقرتنا الأخيرة هتجدد القاء مع الكاتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل والقاء ضغوء على عدد من القضايا على رأسها فشل مخططات التشكيك في قرارات الدولة وإنجازاتها على أرض الواقع نبدأ مشاهدين الكرام بأول وأبرز الأخبار بداية الأخبار زيارة هامة جدا الحقيقة وافتتحات هامة جدا لرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح النهاردة عدد من المشاريع التعليمية عبر الفيديو كونفرنس في مدينة بورج العرب في الإسكندرية افتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم وتكنولوجيا كذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتين تعليم العالي والتربية والتعليم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية حققت تحسن ملحوظ في مستوى ومكانة التعليم في مصر حضراتكم عارفين قبل كده احنا كنا خارج تصنيف تماما ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الجامعات تدخل جوى التصنيفات بشكل أو بآخر كمان الرئيس تكلم أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بتعامل معه بجدية واستطاعت حل الكثير من التحديات فيه أكد أن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة المغضية للنهوض بالدولة من حالة الفوضى التي كانت عليها كان أمر صعب خاصة في قطع التعليم وهذا بشهادة التقارير والإحصاءات الدولية تكلم كمان الرئيس إلى أن الدولة تعمل وفقا لمنظور ودراسات علمية وتعمل على المستقبل القادم للشباب وترسيخ قواعد ثابتة لثلاثين سنة قادمة أكد أن الدولة لم تتقاعس في دورها تكلم الرئيس أيضا على ما تم الفترة الماضية من تطوير الجامعات وتوفير التكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية وأيضا تطرق الحديث خلال المؤتمر حول التعاون مع الجامعات في الخارج لتحسين مستوى التعليم وأهمية هذه الخطوة لتبادل الخبرة فيما يتعلق بيتعاون مع الجامعات في الخارج الحقيقة أن معظم الدول العربية سبقتنا في هذا الإطار أقصد الخليج تحديدا وهو يئما التعاون في المناهج مع أبرز ويعني جامعات متميزة جدا في الخارج يئما بتجيب لها فارع في الدولة والناس بتدخل وتاخد شهادة من هذه الجامعة ممكن تكون هارفرد على سبيل المثال في مصر يعني أبرز وأهم الجامعات في الخارج بيبقى ليها فارع هنا يعني بدل ما الطلاب تسافر تدرس برا تدرس هنا بنفس الشهادة بنفس المعلمين بنفس المناهج دي نقطة نقطة التانية الحقيقة وزير التربية والتعليم اتكلم عن انتهاء كابوس الثانوية العامة يعني عندنا نظام من حضراتكم يعني عارف نظام الأمريكي وهو إجراء عدة اختبارات أنا كطالب بقوم بعدة اختبارات والأعلى من هذه الاختبارات باخده كمجموع نهائي هو متشابه كثيرا للنظام الأمريكي أو الاسيتي ولكنه أكيد أفضل بكثير من فكرة أنه أنا داخل امتحان واحد هيتحدد عليه مصيري أو مستقبني يعني هذا الكابوس من المفترض أنه هو ينتهي مع تحقيق النظام اللي وزير التربية والتعليم اتكلم عنه النهار فكرة الجامعات الأهلية الفكرة متشرة هي الجامعات اللي في الخارج أن الجامعة بتصرف على نفسها الجامعة لو بالمجان بالشكل الكامل طب ما طبيعي هيحصل فيه نزول فيه المستوى فيش جامعة فيش جامعة ببلاش يعني هذا التعليم أو نوع التعليم العالي اللي مش مفترض أنه كل الناس يعني بتتعلمه فيه تعليم التوسط وفيه تعليم صناعي ده ملاف كبير ولكن لو هنتكلم عن تعليم الجامعي التعليم الأهلي وهو أنه بدفع مصريف يدو بكتغطي أنه الجامعة دي تشغل نفسها من غير أي دخل خارج ده النظام في المرحلة الجاية بالنسبة لي جزء كبير من الجامعات المصرية وليس كل الجامعات المصرية نقطة أخيرة أنه فيه اهتمام حقيقي بفكرة سوء العمل عايز إيه أنا أخش أدرس إيه علشان أعرف أشتغل لأنه الحقيقة الفاطرة الأخيرة كان الشباب لما بيتخرجوا من أي جامعة ما كانش كافي كان فيه كورسات وورش عمل وزي ما بيقولوا دورات تدريب لازمة لازمة علشان أعرف ألاقي شغلانة في سوء العمل ولكن التخصصات الجديدة في الجامعات المصرية تم النظر بشكل قريب جدا لاحتياج سوء العمل إذا كان في الداخل أو للخارج عشان ما حطش يعني عبء جديد على الطالب إن أنا محتاج أخرج مش بس تشوف سوء العمل عايز إيه اللي في معظم الأحيان ما بقلوش أي علاقة بالمناهج اللي موجودة ولكن كمان ما بتديش بقى أدور على كورسات علشان أعرف إيه الإحتياجات اللي بقى لا بقى فيه نظرة قريبة جدا السوء محتاج إيه في الداخل وفي الخارج كمان الرئيس النهاردة وجه الشكر للدول العربية اللي تعاونت مع مصر ووقفت بجوارها خلال الفترة الماضية خلونا نستمع لأبرز تصرحات الرئيس النهاردة إحنا كنا الأول خارج التصنيف وليه دي الوقت إحنا دخلنا التصنيف مع الوضف الاعتبار إن إحنا لسه في جامعات بتفتتح لأول مرة السدادي والبرنامج اللي إحنا عملناه كدولة البرنامج اللي إحنا عملناه كدولة فيما يخص التعليم يعني إحنا في مراحل الأولانية بنكلم عن امتحان السنوية العامة اللي دكتور مصطفى قدم وقال إن إحنا حنمتحن الأول مرة السنوية العامة امتحان مش ورق ده رقمي يعني رقمي يعني الشابة والشابة أو الطالب والطالبة هيخش يمتحن على الامتحان على الكمبيوتر وقبل ما يخرج يكون قارفنا تكتر طبعا فيه أشقاء لينا وقفين جنبينا أو وقفوا جنبينا لما كانت ظروفنا صعبة ليهم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام أما الآخرين فمن فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنها وخلوا الأموال اللي ربنا رزاكم بيها للبناء والإصلاح مش لينا ليكنتم إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحطار في اللي احنا بنعمله هيا معلومات هامة جدا النهاردة عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا معينا جراف لأبرز تصريحات والمعلومات عن هذه الجامعة نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 المزيد من التفاصيل أنضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا من أستاذ الأمب وأهلا من أستاذ المشاهدين بداية الكثير من التصريحات النهاردة فيما يتعلق بشكل التعليم في المرحلة القادمة تحديداً تشوفنا معلومات عن الجامعة المصرية اليابانية والجامعات الأهلية رأي حضرتك إيه من خلال خبرتك في نظام التعليم المستقبلي ونظرة الدولة لشكل التعليم العالي في المرحل القادمة يعني خليني في البداية أقول لحضرتك وبكل أمانة أن مشاهدت مصر في 6 سنوات الماضية ومنذ أن تولى السيد الرئيس عفتاح السيس المسؤولية من مشروعات قومية كبرى ويعني طفرة غيرت خريطة مصر في كل المجالات سواء قناة سويس والعنفاق والمدن الجديدة وتطول العشوائيات يعني بصراحة دية إنجازات تصنى في خالب المعددات أصبح القاسي والداني يعرف المحلقة مصر تغيرت وجله الحياة على الأرض مصر تطور تغيره الأفضل وبإذن الله مصر يعني إن شاء الله في مصاف الدول القديمة وراجع داخل مكانتها اللائقة بها بفضل طبعا وجود السيد الرئيس اللي بحيي يعني سيادته على دعمه للقطاع بتاعنا لو قطاع التعليم والبحث العلمي ومنذ أن تولى سيادته المسؤولية وهو داعم دعا تقطاع ويعني إيه رأي حضرتك يا دكتور في الجامعات الأهلية؟ ما فيش تك طبعا الجامعات الأهلية اللي تفتح الحسنة دي وقابلها جامعات تكولوجية وإن شاء الله يعني توجيهات سيادته بعشر جامعات أهلية جديدة يعني تنشئها الجامعات المصرية الحكومية دا يعني توجه مهم جدا بتقصصات غير نمطية تلقى بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وكمان يعني الجامعات الأهلية جامعات غير هاتفة للرق يعني بيتقصص المصروفات اللي تتدور العجل في التعامل داخل الجامعة وبالتالي بيتم يعني يتخلي أولادنا اللي كانوا عدد كبير جدا بيلجأت بالتراسة بالخارج في الجامعات الدول الخارجية وبيستعمل بلد كبيرة جدا أنه هنقدم له تعليم على أعلى جودة داخل بلده ويتعلم داخل بلده ونحلوا السوق لعالم العمل المحلي والإقليمي والدولي فده اتجام مهم جدا ودي طبعا يعني لولا التعامل الرئيس ما كانش حصل اللي حصل بالنسبة لي الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والعشر جامعات الجيدة من بإذن الله في خلال سنتين يفكروا العمل فكرة يا دكتور أنه دايما كنا بنلاقي الشباب بعد ما يخلصوا الجامعة يتوجهوا لكورسات أو الدورات تدريب أو مزيد من الدراسة في أماكن مختلفة علشان ألاقي شغلان ألاقي على السوق دلوقتي السوق العمل إذا كان في الداخل أو حتى في الخارج لأنه طبعا سوق العمل اختلف تماما عن زمان وعن المناهج اللي موجودة في معظم الكليات رأي حضرتك إيه في النقطة؟ أنا أقول لحضرتك طبعا أن يعني التعليم العالي والبحث العلمي في مصر انتقل نقبة نوعية كتيرة جدا في السنوات الماضية ويمكن يعني حجم الاستثمارات السادة الرئيس أتاحها للتعليم العالي والبحث العلمي يعني ضخمة جدا يعني يمكن أقول لحضرتك إحنا عندنا جامعة كفر الشيخ في السنوات الماضية يعني يمكن استثمارات تقارب الاثنين مليار وإحنا نجلق في مرحلة تانية دفل على أكثر من اثنين مليار في ثلاث سنتين يجيين فحجم الاستثمارات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ضخم جدا وتعمل لنرقى من السادة الرئيس وتوجهات شياته أن احنا لابد بجاء التعليم العالي المصري جودة عالمية ولبي احتياجات سوء استثيق بتاعنا لبي احتياجات سوء العمل المحلي والاقليم دكتور فكرة خروجنا برا التصنيف فترة والآن يعني في بعض الجامعات المصرية عادت يعني ده الجامعات ده معظم الجامعات المصرية والداء الحمد رجعت إلى تصنيفات وبقينا بقى بالنافس الجامعات يعني العسماء الكبيرة العالمية في مختلف المجالات ويعني كان مش جامعات فقط يعني معظم الجامعات المصرية والحمد لله بدأت نافس وبقوة كان اقولك أنا على مستوى جامعة الكافر الشيخة احنا رقم 151 على العالم في الطب البطري رقم 301 على العالم في العلوم الزراعية تصنيف شنغ هايوودة يعني من التصنيفات المرموقة جدا جامعة الكافر الشيخ رقم واحد محليا وعربيا في تصنيفات الجامعات الخضراء صديقة البيئة يعني مية وسبعة شعر مستوى العالم جامعات الخضراء صديقة البيئة طبقا لمعايير التنمية المستدامة اللون المتحدة يعني اللي بيحصل على أرض مصر فيه التعليم العالي طفرة غير مسبوقة وفي البحث العلمي نعم ويعني الجودي في الخريج من وجهة نظرك من خلال خبرتك طبعا في هذا الملف الهام جدا اللي تقالت النهار ده خلال الافتتاحات ما بين وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وطبعا رئيس خليني بس أقول أن فيه أهم الرسائم اللي يفتحات أشارت إليها اليوم هي رسالة طمأنة مهمة جدا للمجتمع المصري بأن الدولة عندما تفرى هذا التعليم العالي في المرحلة الأثيرة في السنوات الأثيرة البعض حاول تفسيرها أنها تفرى تستهد تسليع خدمة التعليم العالي وتحويله إلى سلعة للقادرين رسالة اليوم في المشروعات اليوم لو لاحظت حضرتك أنها تهدت إشارة إلى افتتاح وإلى مشروعات تنتني إلى الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية التي اللي هي تستهدف طلاب التعليم الفني والجامعات الأهلية اللي جزء كبير منها هيوجه الطالب المصري الغير قادر إن كانت جامعات الأهلية بمصرفات إلا أنها تعتمد مبدأ الإتاحة التعليم لجميع الطلاب المصريين المؤهلين للتعليم بيها بغض النظر عن خدرتهم المادية يعني الجامعات الأهلية التي أعلن عن استتاحها قبل أسابيع لو لاحظنا في أول دفعة سنجد أن تقريباً 15% من طلابها سيدخلوا بمنح بمنح تقدمها إلى أحد البلوك الوطنية هناك جدء كبير منها أيضاً سيحصلوا على منح من صندوق تحية المصر التي أعلن عنها الرئيس عرفت تحت فيه إضافة إلى أن هناك توجيهات واضحة لأن الطالب الذي يتعثر عن سناء الطالب المصري الذي يتعثر عن سناء ابن ثومه وهو مؤهل للدراسة وهو حاصل على تقدير جيد على الأقل أو على حسب التقديرات اللي هو ما يضعونها في إنظام يكون طالب متفوق يا أستاذ عبد الرحمن وهذا بديهي يعني لا يوجد طالب متفوق تعثر فأسعب لا يوجد طالب متفوق لو حسب الإجمالي هذه المنح سنتحدث عن 20 أو 25% من طلاب الجامعات الأهلية المصريين سيكونوا تقريباً حصلين على منح كاملة أو جزئية طبعاً الرسائل التي تضمنتها بشرعات اليوم أن زي ما فيه جامعات أهلية تتعمل وزي ما فيه جامعات الدولية تتعمل أيضاً هناك توسع وفيه تطوير في منشآت التعليم الجامعات الحكومية القائمة حالياً فيه توسع في الكليات الجامعات الحكومية يعني الست أعوام الماضية شهدت افتساح عدد كبير من الكليات قدرة يعني زي ما أشار إليه دكتور خالدة أبو وفار اليوم نحن نتكلم عن 490 كلية جديدة تقريباً في مختلف الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية قفضت في 6 سنوات من 19 جامعة حكومية إلى 27 جامعة حكومية وفيه توسع في الأنطق النائية فيه توسع في البرامج التي تتواجد مع طبيعي تسوق العمل طبعاً من الأشارات المهمة ومن الرسائل المهمة التي تجموناتها معلومات اليوم التي عرضها رئيس المدراء أو التي عرضها الدكتور خالد عبد المفرد وفيه التعليم العالي نحن نقول أن جدء كبير من التوسع في الجامعات الدولية والجامعات الأهلية هو جذب الطلاب المصريين اللي بيساست وفيه توسع عملة صعبة في التعليم خارج مصر هناك إشارة مهمة في هذه المعلومة لو لاحظت حضرتك أن 69% تقريباً من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعات ليست دون المستوى في بعض الدول يعني بيحصلوا على شهادات ولما بيرجعوا مصر بيضافوا حتى وإن كانت شهادات صبية شهادات غيرها إلا أنهم يعتبروا وكأنهم لم يدرسوا لا تفتح أمامهم أسواق العالمية أسواق العمل العالمية ولا حتى أسواق العمل المحلية يعني هو طبيعي الفكرة أنه مش كل الشهادات من الخارج شهادات متميزة يعني ده غير حقيقي إحنا دلوقتي لما بنتكلم عن الجامعات التي كانت افتاحها لجامعات الأهلية الأربعة حتى هذه اللحظة لو لاحظت أن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لها والأسف هي طبعا جامعات قائمة على بنية متطورة سواء بنية تكنولوجية نعم أو معلوماتية أو تعليمية نعم يعني تطميم البرامج بتاعتها نفسه شكرا يا فانتم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن عبادي رئيس قسم التعليم بالأهرام المسائي الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة لربح الجامعات الأهلية هي جامعة الأمريكية في القارئة على سبيل المثال ده نموذج للجامعة الأهلية جامعة بتصرف على نفسها علشان تحقق أو تستمر ويكون في استدامة في مستواها ما ننزلش بالمستوى وتحافظ كمان على فكرة أن أنا أقدر أجيب أفرع لي كليات وجامعات متميزة ولها اسم بالخارج طيب في الحقيقة المسلسل تشكيك جماعة الإخوان الإرهابية بأذرعها الإعلامية ضد إنجازات الدولة هو مسلسل هيفضل مستمر ومش هيقدر يوقفها إلا حاجتين الواقع اللي بيتم على الأرض الأرقام واللي بيكشف تزورهم الحاجة التانية وهي الأهم وهي وعي الشعب المصري والمدرك لحقيقة الواقع ده رئيس النهاردة تكلم عن المحاولات الفاشلة للتشكيك في قرارات الدولة وتكلم أيضا عن فكرة إدراك رئيس والإدارة البصرية لوعي الشعب المصري للتزوير اللي بيحصل في الخارج هلونا نتابع هذا الجزء المزيد من التفاصيل التوصيف لينا وده من التشكيك اللي اتعمل خلال الـ 40-50 سنة اللي فاتوا اتهيق لهم إن الموضوع ده بالتشكيك والتأثير على إن الدولة ما بتقومش بواجبها تجاه شعبها ده أمر اللي لازم الدولة تتحطم فيه أنا بأتكلم في النقطة دي ليه؟ دي نقطة يا دكتور علي في منتهى الأهمية نقطة في منتهى الأهمية اللي بقولها دلوقتي المصريين لازم ينتبهوا احنا اتفقنا ووعينا زاد وده أمر مقدر من الدولة ومني شخصيا تجاه فهم المصريين للمحاولات اللي بتتعمل عشان دايما يقلل لك لا مش يقلل لك يشككك يسيقل اللي بتعمل تبقى النهاردة بتحجم الجامعات والمدارس اللي اتعملت في خلال خمس ست سنين يمكن يكون أضعاف اللي اتعمل في تلاتين سنة واربعين سنة ويقولك إيه؟ لا احنا بنضيعكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 وبعدين المشروع الهجاح جينا في 2016 أنا بقولك على محطات بارزة جدا عكسة وعي المصريين في 2016 نوفمبر 2016 عملنا الإصلاح الاقتصادي شككوا وقالوا الجنين المصري انهار والاقتصاد المصري انهار بعد شوية علشان المصريين عندهم وعي وعلشان المصريين راهن عليهم سيادة الريط وهم قد هذا الرهان كسبنا الرهان وهذا الاقتصاد القوي قدر يقف صامد قدام جائحة كورونا اللي أودت باقتصاديات كبيرة جدا في العالم فإذا حضرتك أمام كل إنجاز حضرتك بتعمليه هتلاقي قدامه تشكيك مسألة لن تنتهي لن تنتهي إطلاقا مع كل ما حضرتك كسرت الإنجازات كل ما هتلاقي تشكيك أكثر خلينا مثلا نجي على السائرين اللي نجست حضرتك عرضات دلوقتي على الجامعات والتصنيف الجامعات خلال خمس سنين ما كانش عندنا تصنيف في التعليم الجامعي أصبح عندنا واحد وعشرين جامعة داخلت تصنيف العالمي تعالي كمان أقولك على لقصة صغيرة جدا سأتيب لك وعي ومعدن المصريين طلع اثنين من ولدنا ولد عنده في السنوية العامة وكان في السنة ثانية سنوية عنده كانتر وجاب في السنوية العامة 68 سنوية وانت جميلة يا ربنا حرامها من نعمة النظر جابت 67 سنوية كاتر رئيس تقالوا منتو عايدين ايه؟ السكري حضرتك هم طلبوا ايه؟ نحن تبعنا نعم هذي الجزء الولد طلب ايه؟ الولد طلب انه يبقى فيه مستشفى في بلده صحيح سأتيب بيأكد وعي المصريين انه محدش بيطلب حاجة النفس تعالي كمان نرجع للإنسان مشكلة إستاذ اللي موجودة في مصر مشكلة إستاذ فيه 250 مدراتة ماشية بنظام إستاذ ده النظام الأمريكي يعني نعم نطلب ده النظام التعليمي الأمريكي النظام التعليمي الأمريكي الحكومة ليست مسؤولة عنه ولكن هناك مسؤولية اجتماعية الحكومة قالت على نفسها انها تعملها عملت إيه؟ حالة المشكلة وعملت نظام امتحان جديد استغرق ثلاث شهور حضرتك عرضت في أول الدنامج ان بعض دول الخليج كانت تباقة في النهى عندها جماعات عندما أرادوا أن يهيئوا امتحان مثل اللي عملنا في ثلاث شهور عملو في خمس سنة نعم تعالي كمان لحاجة ثانية وحضرتك بتتكلمي على نظام التعليم الجديد فيه لولادنا في التعليم الأساسي ولولادنا في السنوية العامة بالنسبة للتعليم الأساسي بقى فيه الأسبوع كله مش فيه دراسة في المدرسة متأثم ما بين دراسة في المدرسة ودراسة في البيت شوفي السيابة الرئيس عينه على ميت عينه على أولادنا كمان مين اللي هيقعد بالولاد دول وهم في البيت ده بعد إنساني واجتماعي هام جدا والحقيقة بقى فيه شكل من أشكال التفكير والعقلانية في اتخاذ القرارات حتى فيما يتعلق بالبعد الإنساني للأسرة المصرية شكرا لحضرتك سيد محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجالة آخر ساعة تصدر اليوم على تريند تويتر هاشتاج سيسي مسيرة عطاء وده بيعتبر رسالة من ضمن رسائل المهمة اللي بتأكد وعي المواطن وفشل كل محاولات التشكيك اللي بتقودها جماعة الشر وأعوانها في القرارات التي أو اللي بتتخذها الدولة فعلا وعي المواطنين ووقف ولا يزال يقف حائط صد قوي أمام محاولات إسقاط الدولة المصرية الحقائق والدلائل والأرقام على الأرض وعلى أرض الواقع بتؤكد أن الدولة تنضي في مسيرة التنمية ولن تقف ولن تنظر خلفها فضيحة جديدة وأقل ما يقال عنها أنها فضيحة من فضائح الجزيرة القطرية والتي لا تعد ولا تحصل فضيحة هذه المرة متعلقة بالسرقة القناة القطرية سطط على تقرير هو تقرير إنساني تم تصويره من قبل اليوم السابع ونشر على عهدة اليوم السابع الجمعة الفاتت تحت عنوان الست روحية سيدة بمئة راجل أثنت حياتها لخدمة أبنائها ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة أضعت صفحة الجزيرة مصر نفس التقرير بعدما أزالت لوجو اليوم السابع ووضعت لوجو الجزيرة مصر بعدما لقى قبول كبير ودعم للسيدة اللي ضحت حقيقة من أجل أبنائها قصة إنسانية لمست المصريين بشكل كبير وهعرضوا لحضراتهم قامت الجزيرة بوضع عدد من العنوين الغير مهنية بالمرة على التقارير لها من المشاهد أنه تقرير من إعداد الجزيرة بل كمان مغيرت رسالته الأساسية اليوم السابع كانت بتتناول قصة السيدة من خلال كفاحة مع أبنائها ثلاثة في ظروف صعبة بعدها الجزيرة اقتصت أجزاء معينة من هذا الفيديو لطصوا على القصة الإنسانية وحولتها وكأنها شكوى من السيدة من الحياة وظروف المعيشة ده طبعا استمرار من التحايل والكذب واستغلال القصص الإنسانية اللي ملهاش أي علاقة بالسياسة ملهاش أي علاقة بأي محتوى سياسي أو أي محتوى له علاقة بأوضاع الدولة وهي قصة إنسانية وليهما سابع عودتنا الحقيقة على اقتناص هذه القصص وكده جوه أفرع جمهورية مصر العربية وتاخد سكوبس بهذا الشكل قصص إنسانية بحت حقيقة أنه ما تقوم بالجزيرة باقتصاص أجزاء زي ما قلت لحضراتكم معينة ووضع عنوين معينة في إطار هذه التغطية المشبوهة والغير مهنية بالمرة ضد الدولة خلوني في البداية أواري حضراتكم نعرض على حضراتكم الفيديو الحقيقي اللي اليوم السابع نشرته تفضل الحمد لله نحمد ربنا على عطيته ونغلبينه وبطالتهم لا يتش قادره كلهم بتاع ربنا نقسلهم ونعملهم كل حال الحمد لله ربنا يعينك عليهم يا حج الحمد لله بيغلبوك يا حجة ولا بيسمعوا كلامي مغلواني طبعاً شوية كده وشوية كده شوية غلواني وشوية قول وقعدة فحهم حرصاهم ووقفة على حالة جاعدة بيهم ماشيوا جاعدة بيهم ووقفة بيهم راح الحمام حرصاهم ماشي هنا حرصاهم وماشيوا مغلبينه والعائل يطلع من فوق السطح ومضطه في الشارع هو الشارع اوه الحمد لله ربنا يعينك اليوم الحج حمد دقيل علي تلاتة ماش واحد ولا اثنين تلاتة نحمد ربنا اللي عطاولي الجهو حمد جاو ما تزعليش حج انتليك الجن ان شاء الله حمد شليفينه في صحاب حطيت ربي ما تزعلي حمد ربينا اللي عمد ربينا ربينا مديني الصحة لحد دي الوقت يمكن يزنى حطيره حد شاء ربينا مقونا عليهم الحمد لله الحمد لله ماذا فعله اه 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 حما تزعلي هنوه حما تزعلي هنوه يشربه وقعده بيهم نوح نظفه من الاولان دي سامي حجه بيعيطه اه بيعيطه بيعيط ليه هو صعبا علي الموقع صعبا علي من الاول ربنا نحن فيه معمره اون اش حد اعمل منه كده ولا عمره انا اعملنا كده وانا الحمد لله مش عايزة حاجة من حاد ولا محتاجة حاجة من حاد وقبلتنا ظروف أصعب من كده حقي انو الفيديو يعني فيديو إنساني جدا بسي تتكلم عن ظروفها وفي الآخر بتقول مش عايزة حاجة من حد ووجهتنا ظروف أصعب من كده يعني خلونا نروح نتابع الفيديو جدير هو الاولاني بي سامي حاجة؟ بيعيط روه؟ اه الاولاني سامي بعيط طيب بيعيط ليه هو؟ اصابنا علي الموقع اصابنا علي اللي اتنا فيه باما اولا جسامي عنده 40 واحمد عنده 30 السلم عنده 32 وعالية عنده 27 معاكي غير وميحكا؟ معايا بتهمي هو واحد عليهم ربنا خالدوه هو واحد والرب هو واحد جوزي سابنا ومشي كماصر اعرف كماصر ما عاربش عنه يعني ونا بيبعتلينا وانا بيبعتلينا سابك وخلاص يعني سابنا كده وقعدين وانا بيبعتلينا وانا بيبعتلينا وانا راح اجاي وانا وانا بيبعتلي حملة جيل علي ثلاثة مش واحد ولا اثنان ثلاثة نحمد ربنا اللي عطاولي مغلووني طبعا شوية كده وشوية كده وشوية غلووني وشوية غلووني بعدها في حمد فرصوه ووقف على حين العدلين ماشيون العدلين ووقف عيني راح الحمام فرصوه ماشي هنا فرصوه وماشيوا مغلويني والعيلة طعم فرصة مغلويني الشارع ربنا مديني الصحة لحد الوقت ممكن يجنى حطيره هالي شارع مغلويني عليك تشويه وتشهير وتزييف بظروف إنسانية بحتة لا شغل مهني ولا شغل إنساني ولا له أي علاقة بالمهنة فيديو إنساني بحت ست بتكلم عن ظروف معيشية صعبة وربنا رزقها بتلت شباب ندوي الاحتياجات الخاصة ناخد الفيديو نحوله الفيديو ضد دولة وفيديو بيشتكي من أوضاع الدولة مفيش أي رسائل سياسية من وراء هذا الفيديو ولكن اللي حصل إحنا سرقنا الفيديو وحطينا اللوجو ونزلنا بالموسيقى ونزلنا بالهاشتاج او بالسترابات لا تقلم لهاش أي علاقة بفيديو إنساني تشهير تزييف تشويه لواقع ولمادة مصورة أصلا على عهدت يعني مؤسسات أخرى ولكن شغل غير مهني وغير إنساني وبالبلدي وشغل بلدي بشكل كبير طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتورة سوري عثمان أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرية دكتورة أهلا بحضرتك أهلا يا أستاذ علامة أهلا بحضرتك رأي حضرتك إيه يا فاندم في اللي شوفتني بص يا أستاذ علامة أولا يعني أنا عايزكي تهدي لأن إحنا فقدنا القدرة على الاندهاش من الأعمال المتكررة غير المهنية اللي بتقوم بيها العديد من القنوات الفضائية مش بس قناة الجزيرة فأنا يعني اللي تعرض قدام حضرتك ده يعني إحنا لما بدينا ندرس في كلية الإعلام عندنا للولاد بندرس لهم أخلاقيات المهنة وكان أول حاجة بندرس لهم في الأخلاقيات يعني ما يتعلق بالبليجاريزم أو إن أنا أنقل حاجة مش بتاعتي وحط عليها اسمي فببساطة كده إحنا كنا بنقول ده A-B-C شغلانة دكتورة واحد اثنين تقل يعني ده A-B-C شغلانة ده فقول أجامع ده بدينا بدينا إحنا بتتكلم فيه إن الشخص اللي ببساطة كده وبالبلدي برضه الشخص اللي بيعمل كده يا جماعة حرامي طب فهي دي الكسب كده فالناس اللي عملت هذا العمل غير المهنة اللي حاجتك عرضيه ده ببساطة حرامية بس فإحنا يعني ما يعرفوش أصول المهنة ما يعرفوش يتعامله إزاي مع مادة صحصية فكرة الشحن يعني هذا الفيديو ملوش أي علاقة بالأوضاع السياسية للبلد ملوش أي علاقة بالأوضاع المعيشية فكرة إن أنا أشحن مشاهد بمؤثرات خارجية يعني إضافة الموسيقى على إضافة بعض السترابات أو الجمل اللي بلهاش أي علاقة حتى بحديث هذه السيدة يعني ده تفسيره إيه؟ يا أستاذ ألمة اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وهو إن أنا إزاي أقدر أستغل الظروف إزاي أن أنا أقدر أوظف أي مضمون من أي نوع لخدمة أغراضي هي دي النقطة هو الفيديو إنساني بحث زي ما حضرتك تفطلتي وقلتي ولكن هم عندهم أغراض أكثر من ذلك أبعد من ذلك فهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم بي إنه هو أي حاجة بسيطة بتتحول لفيلم كبير جداً وبيبدأوا يشتغل عليه بالشكل اللي حضرتك شفتيه والنيوزك اللي هم حطمها كخلفية وجود صعبانيات كل الحاجات دي هم بيستخدموها كوسيلة لجذب الانتباه مش أكثر من كده فالكسة كلها هم بيحولوا كل المضامين إنه مضامين سياسي سواء كانت إنسانية اجتماعية رياضية هي بتتحول للمضامين سياسية بتكدم أغراضهم نعم شكرك يا دكتورة شكراً جزيلاً دكتورة سوهيرة واسمون أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جماعة القاهرة كل التحية الست روحية يا ست بمئة راجل كل الستات المصريات في هذه الظروف الحقيقة بمئة راجل يعني لو هنخرج بأهم ما حدث في هذا الفيديو هو الست روحية ووافتة طيب لسا نكلم عن هذه القناة الإرهابية وفي ضربة موجعة للقناة القطرية أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شبكة الجزيرة هي وكيل لحكومة قطر وأمرت وزارة العدل قسم وسائل أو قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الجزيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها بالتسجيل كوكيل أدنبي جاي برات وهو رئيس قسم مكفحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل كتب في رسالة طلعت عليها مجلة مادر جونز الأمريكية أن شبكة الجزيرة تعمل تحت إشراف وسيطارة الحكام القطريين وأنه على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير فإن شبكة الجزيرة الإعلامية وشركات التابعة لها تخضع لسيطارة وتمويل حكومة قطر الإجراء ده تم وكان أيضا في خطوة أخرى سنة 2018 بعدما تم إرسال عدد من أعضاء الكونغرس تلت رسائل بيطلموا فيها من وزارة العدل إجبار قناة الجزيرة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لأن الشبكة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح قطر وتدفع برسائل تجمل وجه الإرهاب دعونا نتحول لملف آخر وملف التصالح من أبرز أهم الملفات المحلية وإحنا بنتابع محضرتكم هذا الملف يوما بيوم بكل مستجداته النهاردة المراكز التكنولوجية في المحافظات شهدت توافد كبير من المواطنين بيقدموا على طلب التصالح وبيسددوا جدية التصالح اللي هي بتعتبر 25% من قيمة المخالفة كان لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أعلن أن إجمالي عدد طلبات التصالح اللي تم التقدم بيها من المواطنين في كل المحافظات نتكلم دلوقتي أن هي وصلت لمليون ومئة ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالي 6 مليار وتسعمية وسبعة مليون جنيه لغاية 14 سبتمبر الجاري كل محافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بالنسبة وصلت في بعض الأماكن لـ 70% ده للتيسير على المواطنين حضرتكم كمان عارفين قرار الريف بأنه المتر بقى إنته 50 جنيه أيا كان البيت المخالف فين في الريف وفي نحو نتكلم عن 320 مركز تكنولوجي تم تخصيصه في المحافظات بيتلقوا طلبات التصالح من المواطنين وده في كل مدينة وفي كل حي على مستوى الجمهورية إلى جانب كمان الوحدات المحلية خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور ممدوح وراب محافظ الشرقية يطلعنا على آخر تطورات التصالح في الشرقية تحديدا سيد محافظ أهلا بيك نساء خير يفندم على حضرتك وعلى السادة من شاهدين الشرقية يفندم كيف هي الأخبار والأرقام فيما يتعلق بملف المصالحات والله يفندم فيه إقبال جيد وإحنا دلوقتي تخطينا 70 ألف طلب وضو يمثلوا حوالي 40% من حجم المخالفات اللي احنا بنأمل أن جميع المواطنين تتقدموا 70% دكتور نعم يفندم ده إجمالي 70% تقريبا من حجم المخالفات حضرتك ذكرت دول بيمثلوا 40% من حجم المخالفات 40% نعم نعم وطبعا فيه إقبال جيد جدا يعني احنا دلوقتي عدد المتقدمين في اليوم بيتخطى الألسين ومية ألسين ومثين مواطن متقدمين الأهالي أعتقد أن الإقبال ده بيؤكد أن هم الأهالي استوعبوا تماما من أهمية القانون وإن ده بيعمل لمصلحتهم في الأول وفي الآخر بجانب التسهيلات وفي التسهيلات اللي تمت جناء على تعملات دولة رئيسة وزراء فأنا بتقلي الأمور إن شاء الله معظم الناس اللي بتقدم أجل المتقدم دكتور إلى أي مدى التسهيلات وفيما يتعلق بسعر المتر اللي تغير في الريف ده فرق مع المواطنين تحديدا في إيمت المخالفات الفلوس طب فرق 50 جنيه فرق سعر بالنسبة للمواطنين وعدات كبيرة جدا تقدموا لأننا نتعرف عدد المخالفات في الريف عددها بيكبير وأنا بقول حارفك إن ده السعر جايب جدا جدا والتأسيت على ثلاث سنوات بدون رواية والنهارده كنت بمره على المراكز التكنولوجية في مركزين ومبارا عديد على مركزين أو ثلاثة يعني عديدت على خمسة وابتدت أستطلع رأي المواطنين وإن شاء الله بكرة إن شاء الله عندنا لجنة لمراجعة برضو وفي الأقعار في بعض المناطق لو تم التوصل لأي تخطوطات ثانية لصالح المواطن ما هنتم لها بقرار بس كل ما يتعلق بعملية إن أنا أنزل أشتغل على الأرض فيما يتعلق بالبناء المخالف مع هذا طبعا اللي مع لهوش تصالح متوقف يعني أنا في مرحلة إن أنا بستقبل ورق من الناس بستقبل المصالحات من الناس لغاية نهاية المهلة صحيح فإنما إحنا في مرحلة استقبال أوراق حتى الأوراق يتم بمجرد صورة القضاءة تكفي أفتح مستدر يقول أنا حد مقصر عندي قبل كذا يتم لتقدير القيمة طبقا للكلام اللي هو بيقوله وبعد كده هو دولة رئيس الوزارة أقدر تعليمات بأن مد فترة استثمال الأول غاية 30-11 إن شاء الله 10-11 إن شاء الله كل التأثيرات موجودة برضو المراكز التكنولوجية مش بس بينا نتعمل في المراكز التكنولوجية كمان في الوحادات المحلية عشان نسهل على أهلنا ووسعتم يا دكتور في أماكن الاستقبال وموعيد العمل علشان يكون فيه وقت أطول للمواطنين بالتقدر أنا عندي المراكز التكنولوجية بتقفل ساعة 10 الليل يتندل في معظم الأماكن وعملنا كل الأجيزات بحيش أن المواطن يزدق فيه وقت يتقدم فيه وأعتقد أن لما مدينا ساعات التقديم أعتقد أن الزحمة قلت جداً والأعداد قلت في إمراكز التكنولوجية ولما فتحنا الوحادات المحلية كمان باستقبال الطلبات برضو قلل الزخط في أماكن وذل أنا شوفت المعرضة بالمرور على أبو الزير وإيئة والسأزيق فإن شاء الله إحنا بنأمل أن الأمور ستجايدة وإحنا موجودين وموجودين مع أهلنا عشان نسهل لهم كل أمور إن شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً لنسات المحافظة الدكتور مندوح غراب محافظة الشرقية خلونا نتكلم عن ملف جهود الدولة لسه نتكلم عن التعديات والملف التصالح المفتوح دلوقتي والحقيقة الدولة بتحاول توقف نزيف نزيف كان على مدار سنوات عديدة خلف وراءه تعديات على الأراضي الزراعية لا حصرة لها فكرة هناكل منين يعني بهذا إحنا مئة مليون مصري هناكل منين والجائحة الأخيرة على سبيل المثال جائحة كورونا أثبتت للعالم كله إنه لازم تكفي الداخل مهما كان بتستورد وعندك طاقة أنت تستورد ولكن جائحة بسيطة أنا في إمكاني على سبيل المثال كدولة أن أنا أستورد ولكن كله مغلق طرق مغلقة السفن مغلق أيام مفيش حد بين الحاجة جائحة جت في سنة من السنوات عملت كده كان فيه فترة طويلة والحقيقة مازال فيه تهديد قوي جدا لرقعة الزراعية في مصر وده الهدف كله من ملف التصالح الدولة فعلا جادة في هذه الفترة إن أنا أقنن أوضاع الناس إن أنا أوقف النزيف اللي بيهدم ثروتنا الزراعية هذا التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية هي خطوة بتحاول فيها الدولة ونجحب بشكل كبير لغاية دلوقتي بعد أن كانت متفقمة بأرقام الحياة خط في فترة حكمة مرسي على سبيل المثال ودي كانت على حسب التصريحات والأرقام اللي موجودة كانت من أكبر الفترات اللي شهدت تعدي على الأراضي الزراعي تعدي وصل لـ 500 فدان أسبوعي بشكل أسبوعي كان فيه تعدي على 500 فدان زراعي بل وإن تقرير كان صادر من وزارة الزراعة من فترة بيأكد أن مصر خسرت أجود الأراضي الزراعية في عهد حكم الإخوان الإرهابية بلغ إجمالي المساحات اللي تم التعدي عليها حوالي 362 ألف حالة تعدي بمساحة 15 ألف فدان بنتكلم على أرقام مهولة بنتكلم أنه زي من تصريحات صدرت علشان أستصلح أرض للزراعة في الصحرة بتكلف القراط واحد من 150 لـ 20000 ففكرة التعدي ده فعلا فعلا يعني كان له أضرار أكبر من جسيمة على فيما يتعلق بالداخل مصري خلونا نستقبل عبر اللاتف دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام دكتور إيه رأي حضرتك فيما يتعلق بالأراضي الزراعية اللي تم التعدي عليها في فترة قصيرة يعني يمكن رئيس الوزراء كانتكلم أن من السبعينات وتمينات إحنا عندنا هذه الظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ولكنها زادت بشكل كبير جدا من بعد 2011 وكان نزيف حقيقي رأيك إيه دكتور وأثروا دلوقتي علينا؟ لا واقع في القضية أمن قومي بامتياز هذا ملف شائك ومتعدل الأبعاد بدأت نشير في عجالة تاريخيا القطاع العقاري في نصف نمى تاريخيا على حساب القطاع الزراعي يعني لك أن تعرفي أن ميدان التحيير وشرح البستان باب اللو كانت أجود بساتين مصري فيما سبع كان ذلك جائزا تاريخيا لكن عندما حدث ذلك منذ حوالي نصف قرن منذ السبعينيات تلك كانت عملية انتحار مجتمعا لكن هذا الملف الشائك القيادة السياسية وضعته نصب عينها ولم يستطع أحد أن يقتحن هذا الملف خلال الفترات السابقة عيني أضب لحضرتك مثال واضح بحيرة المنزلة يعني أكبر بحيرات في مصر بعد بحيرة ناصر كانت مساحتها حوالي 750 ألف فترات وصلت الآن لما يقل عن 100 ألف فترات لكن تم اقتحام هذا الملف وبدأت الكركات في تنظيف البواغيز وفي عملية التطهير وقواتنا المسلحة الباسلة دخل في هذا الملف بامتياز وهناك استعادة من مبيع الأراضي في بحيرة المنزلة هذا مثال فقط أما منذ سحورة 2011 تحدثي ولا حرب تجاوزات يعني شديدة في هذا الملف يعني وصل التعد على الأراضي الزرعية في مصر في ليلة 30 سنة الأخيرة إلى ما يتجاوز 400 ألف فترات تبقى للتقديرات الرسمية والتقديرات الغير رسمية تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير وهناك تقديرات أنه منذ ثورة 2011 وصلت التعدية تبقى للتقديرات الرسمية 90 ألف فترات والتقديرات غير الرسمية تتجاوز ذلك أيضا في عهد الإخوان طبعا يعني كان هناك تجاوز شديد في هذا المجال دكتور عايزة سأل حضرتك عن فكرة كانت تتزال في حالة السيولة ولم يكن الاستقرار الأمني الذي نشهده الآن المقارنة بين الأراضي الزراعية في الأساس يا دكتور لو قارننا بين الأرض الزراعية في الأساس اللي كانت أرض زراعية وفكرة أن أنا أدفع أموال بغضة تستصلاح صحراء للزراعة ده فرقوا في الجودة هذا فارق شاسع سعيدتي هذه قضية هاملت أشرت إليها هذا فارق شاسع أكثر من خمسة فدادين لا تعود فدان واحد من الأرض الخزبة التي تراكم فيها الطمي وتراكمت فيها المواد المغذية للنبات أكثر من خمسة فدانين لا تعود فدانا واحدا يعني دعونا نعضب النواجد على كل سنتيمتر من الأراضي الخزبة الدولة يعني اقتحمت هذا الملف رغم صعوبته نظرا لأهمية الأمر لأننا بهذا الشكل يعني لا نستطيع كما أشرت حضرتك في البداية بزر جائحة كورونا أثبتت أهمية التنمية الزراعية والاكتفاء ذاتي لأي دولة لقوص الأموال بالاستيراد من الخارج ولكنك لا تستطيعي نظرا لإغلاق النقر البحري والنقر الجو بشكرك دكتور الزراعية في غاية الأهمية والأمن الغذائي في غاية الأهمية ومهدد استمرار في حالة تهديد الأراضي الزراعية التي تعمل عمليات التصالح الآن شكرا لحضرتك دكتور عشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية قبل ما نستكمل الأخبار معنا خبر عاجل حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء عن استقالته من منصبه وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية الذي ستنبثق عن لجنة الحوار بحلول نهاية شهر أكتوبر قال السراج في خطاب تلفزيوني مساء اليوم أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي بالسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصى نهاية شهر أكتوبر القادم مش هدين كرام كان هذا نبع العاجل عن آخر التطورات في ليبيا باستقالة السراج وتسليم كل سلطاته في المرحلة القادمة نتحول مرة أخرى لأهم أبرز الأخبار والليوم الثالث على التوالي يمثل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة بي أن الإعلامية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيرون فالكا أمام القضاء السويسري في قضية منح بيان سبورت حقوق البثء التلفزيوني لنهايات كاس العالم 2026-2030 مقابل الرشاوة اعترف الأمين العام السابق للفيفا جيرون فالكا بأن القطري ناصر الخليفي حصل على حقوق البثء التلفزيوني لنهايات كاس العالم 2030-2026 لصالح بي أن مقابل رشوة عبارة عن فيلا في سردينيا وأنه طلب من الخليفي تمويل شراء الفلا في جزيرة سردينيا وكان إيجابي عندما طلب منه تمويل لشراء الفلا أظهرت الوثائق أن الخليفي اشترى الفلا من وسيط عقاري وحصلت بي أن سبورت على حقوق البث بعد الشهر وأظهرت وثائق فيفا أن بي أن سبورت حصلت على حقوق البث بدون منافسة مقابل ربعمية وتمانين مليون دولار خلونا نسابل عبر الهاتف الناقض الرياضي أستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة أستاذ أيمن أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين ملف رشوة المتعلق بشكل رئيسي بقطر والفيفا وكل ما يحدث إذا كان بداية من استحواذ أصلا على لاعب كاس العالم في قطر أو حتى وصولا لحقوق البث رأي حضرتك إيه اللي بيحصل الحقيقة المحاكمات اللي بتجرى في سويسرا هي حلقة من ضمن حلقات كثيرة لقضايا فساد بطبعا بيقودها النظام القطري وأحد رجاله هو السيد نصب الخليفي اللي منذ يومين الحقيقة التفصل حبل حول عنقه بعد اعترافات الفرنسي جيرون فالكر الأمين العام السابق للفيفا بأنه تلقى بالفعل أموال وتلقى رشا من نصر الخليفي يمكن هو حاول يعني يزين الأمر بشكل أو بآخر وبيقول أننا طلبت مساعدات مالية من نصر الخليفي ولكن الرسائل التي تم ضغطها على يعني هاتفه الخاص والمتاصرة برسائل لزوجته بتؤكد أنه هو يعني فيه علاقة ما بينه وبين نصر الخليفي قدر أنه هو يوفر له عدد من المبالغ يمكن حوالي مليون ومثل وخمسين ألف دولار تم دفعها ثلاث دفعات غير ما تفضلت حضرتك وأشرتك إليه في بداية التقرير بأنه أبجر له أو اشتراله فيلا في سردينيا بلغت القيمة التقديرية اللي وضعتها المحكمة السوسرية برئاسة القاضي ستيفان زينجر حوالي 2 مليون و300 ألف أول أنا أعزة أسأل حضرتك أستاذ أيمن بعتذر على المقاطعة هل أي حكم ممكن يكون له علاقة أو هل تتوقع يعني بما أنه أن أثكل أو غير أقلقي بالمرة ما حدث إنه ما يكونش فيه منافسة تحديدا لبث مباريات هامة كاس العالم ممكن يتم سحبه مثلا بي إن سبورت ولا ده أمر مستبع هو طبعا إذا ثبت إدانة ناصر الخليفي ده بالطبع حيودين الشركة اللي بيمثلها هو رئيس طبعا شبكة في إن سبورت ورئيس طبعا نادي باريسة الجرمان وتأثيره على الحصول على حقوق البث المباشر بطريق غير مشروع أكيد بيعيد فتح هذا الملف من جديد لأنه أعتقد أن الضغوط الجماهيرية والإعلامية اللي تابعناها من خلال عدد من الصحف يمكن طبعا ترانسفوركول ولكيب في فرنسا بتتابع بشكل دقيق المحاكمات النهاردة ويعني حتى أوردت كيف حاول ناصر الخليفي التلاعب في مواجهة المحكمة في الجلسة اللي كانت بيواجه فيها الاعترافات اللي أدنى بيها جيرون فانك وبالطبع دي هتبقى فيه ضغوط كبيرة جدا على الفيفا يعني حتى النهاردة مع المحاكمات تزامنت مع تصليحات قوية جدا لإنفنتينو الرئيس الفيفا مؤكد فيها أن الفيفا لم تقبل مطلقا بأي فساد وقال حتى تعبير كده أنني توليت الاتحاد الدولي لفرة القدم وكانت هناك أموال بالملايين تتصرب وتتطاير لا نعرف مصيرها الآن كل دولار معروف من أين يأتي وأين يذهب في حوكمة أو في عملية دقيقة لأموال لعبة كرة القدم التي تعد من الصناعات الكبرى في العالم ليس فقط في مجال الرياضة ولكن صناعة من الصناعات التي تقوم عليها العديد من المؤسسات العالمية ويعمل فيها أحضرات الملايين أستاذ أيمن بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا ناقد الرياضي أيمن بدر الرئيس تحرير أخبار الرياضة الحقيقة تهدد الجماعة الإرهابية على الاستمرار في دعوات العنف والفوضى لتدمير الاستقرار في مصر لمن وعي الشعب دائما حائط صد ضد تلك المحاولات أخيرا الجماعة وضعت فشل فوق الفشل باللجوء لكرود محروقة كروود فاشلة للتحريض ضد الدولة والتشكيك في قراراتها ولكن اللجوء لمثل هذه الكروود خير دليل على فشل الجماعة مزيد من التفاصيل في هذا التقرير دابت جماعة الإخوان الإرهابية على إشعال الفتن بالأكاذيب وترويج الشائعات في محاولة يائسة للدفع نحو نشر الفوضى والتحريض عليها لعل وعسى تحقق أي منها مراد أدباع الشر ويحدث نوعا من زعزعة الاستقرار في مصر ومع الفشل المستمر لمخططات الجماعة الإرهابية بسبب يقظة الشعب المصري والذي دائما ما يقف محائط صد منيع أمام أكاذيبهم لجأت الجماعة لاستخدام الفاشلين أمثال الهارب محمد علي ومن على شاكلته للتحريض ضد الدولة والدعوة للعنف وهو ما يؤكد أن الجماعة مع الانقسامات التي توغلت داخل أرقانها سقطت تنظيمها الدولي في بئر الانهيار بالنسبة للدعوات اللي هي مطروحة لويندول لفكرة النزول يعني محمد علي طلع في عشرين تسعة عالفات تسعة عشر وبسبب هذه الدعوات تم الأمضع لعدة ألاف الناس لأنه نزوا الشوارع وبدأوا يهتفوا وربما بعضهم باق مارس بعض الأعمال اللي فيها درجة من درجة العنف فبعد كده قال لك أنا اعتزلت السياسة وأنا راجل بتاع معاولات وفعلا معاولاته السياسية ضحلة وبعدين ارتمى في أحضان الإخوان المسلمين وراح قبل إبراهيم ونير وأشاد بالجماعة في سقطة يعني كبيرة جداً وهو بيسكته يعني واعتزل وخلاص تمام التمام اللي فكروا بعد كده يجي قبلها بشهرين ثلاثة يقوم أو من شهر يمكن يدعو مرة أخرى وقال لك أنا خلاص بدأت أشتغل معاولاته خدت معاولاته في أسبانيا وخلاص هرجع لشغل الأساسي اللي هو المقاولاته فجأة مرة أخرى يطلع للساحة ويدعو مرة أخرى للتظاهر من زول الشارع أظن يعني أن إعادة طرح رموز بعينها كالمقاول الهارب محمد علي وغيره يؤكد على فشل الجماعة تنظيمياً ويؤكد على أنها تسعى لخلق حالة من الزخم داخل مصر حتى تستمر عملية التمويل وحتى تثبت أنها ما زالت موجودة عن طريق حالة الزخم التي تسعى يعني لخلقه وترويج نموذج الشائعات المضلل الذي تتبع الجماعة منذ حوالي سبع سنوات وذلك رجع بالأساس إلى فشلها طوال الفترة الماضية في تحقيق أي إنجاز حقيقي وتململ داعم الجماعة من الأداء التي تؤديه خلال السنوات الماضية وهذا وضع عندما قرر النظام القطري أن يتحول من دعم القيادات التاريخية أو جبهة إبراهيم منير المعروفة داخل الجماعة لدعم القيادات الشبابية التي هي التيار الأكثر عنفاً واناً من أن هذه القيادات عن طريق الكتائب الإخوانية المسلحة ستستطيع خلق حالة من الفوضى في الداخل المصري وأيضاً إسقاط الدولة المصرية وبالتالي عودة جماعة الإخوان إلى الحق ومع السمران الجماعة الإرهابية في الاعتماد على الكروت التي حرقت بفشالها الدائمة في التحريض ضد الدولة مؤسساتها وفشالها أيضاً في دعوات العنف والفوضى الأمر الذي يعد خير دليل على فشل مخطط الإخوان بنشر الشائعات حول الأوضاع في مصر وفشل الجماعة في جميع أشكال التحريض التي التفت حولها خلونا نبدأ أول الفقرات ولا شك أنه تعيين إبراهيم ونيرة في منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان كان بمثابة الزلزال اللي يدفع إلى تمرد سيكون الأكبر في تاريخ التنظيم الإرهابي حسب محللين كتير بين جلال الوسط والشباب فكيف ستكون سياسات هذا التنظيم الإرهابي وترى ما هي المصالح المشتركة مع المنظمات الدولية المشبوهة وفيما يتعلق بالجناح العسكري في الفترة المقبلة ما هو مستقبل تنظيم الإخوان خصوصا الشباب الإخوان الفاقدين ثقة تماما في القيادات الحالية والقيادات الجديدة هذه الأسئلة ستكون محور حديثي ونقاشي مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية الكاتب صحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك أستاذ أحمد ينضم أيضا إلينا عبر سكايفل أستاذ محمود بسيوني الباحث بالمركز المصر الفكر ودراسات أستاذ محمود أهلا بيك أهلا وسهلا بيك خلوني أبدأ حديثي مع أستاذ أحمد أستاذ أحمد خليني أبدأ معك بنتابعه وبكفافة هذه الفترة وهي فكرة تبادل الاتهامات بالعمالة وبالخيانة بين أجنحة الجماعة ده بقاله فترة ولكن تحديدا زاد هذا الأمر بشكل كبير جدا بعد سقوط محمود عزت واختيار إبراهيم مونير كقائم بأعمال الجماعة هنا في مصر طبعا أنا بشكل شخصي مش من المؤمنين بحكاية التقسيمات اللي حصلة لأن إذا قاملنا بها فبننسف الفكرة الأساسية اللي إحنا مؤمنين بها كلنا إن خيوط الجماعة واختيوطها منتهية عند جهات خارج الجماعة إذا كنا بنقامل فعلا بأن الجماعة بتعمل صالح عدة أجهزة مخابرات وأن نشأتها في كنف هذه الأجهزة منذ البداية ومرورا بكل السن اللي فاتت فهيبقى فيه تناقض إذا أكدنا إن قرار الجماعة في إيديها قرار الجماعة ليس في إيد جماعة الإخوان ولا اللي بيعيشوا على أو بين حماية أجهزة مخابرات سواء في لندن أو في غير لندن إبراهيم مونير بنفسه اللي قال يعني فيما معناه إنه لو عايز شباب الجماعة كله يسيب الجماعة يتفضل معندوش يعني مش هيحزن على كل هذا الجيل أو الأجيال اللي تركمت فيه عضوية الجماعة السنين اللي فاتت هو قادر إنه يتعامل مع الأطراف الأخرى خارج الجماعة باعتبار الجماعة موجودة على الأرض ولديها كوادرها ولديها أجيالها المختلفة ولديها كمان جناحها العسكري لكن أيا كان اللي هيدير الجماعة الفترة المقبلة سواء كان بغير مونير أو غيره طبعا مع الإطراف إنه فيه كوارث حصلت فيه تعاملهم مع كوادرهم اللي هربوا خارج البلاد سواء فيه قطر أو فيه تركيا طبعا بلا شك وظهرت سرقات وظهرت فضايح ورائحة تسكم الأنوف لكن أنا أبتكلم على إنه القبضة على التنظيم فيه موجودة في إيد الأطراف اللي بتكلم عنها فالإدارة بس نحن عارفين من زماني أستاذ أحمد إنه القرار ليس من داخل الجماعة وإنه القبضة من ليس داخل الجماعة وإنما بيد أجهزة استخباراتية أو أجهزة استخباراتية عديدة ولكن تمام إذا نزل متفقين أهو فبالتالي قادر التنظيم إنه يقدم خدماته للأجهزة التي يعني تديره من بخيوط أو بخطوط مختلفة تسمحني أضر بهذه المقطة لضيفي الكريم عبر سكايب أستاذ محمود أستاذ محمود سياسات الإخوان بعد تولي إبراهيم ونير كيف ستختلف برأيك؟ بالحقيقة إحنا قدام مقسام رئيسي بشكل أفقي وبشكل عربي داخل جماعة الإخوان اللي يمكن دلوقتي ويمكن لأول مرة منذ تأسسها لا يصبح لديها فرعا في مصر ولا مكتب يدير أشعونها والمرشد المعني بأنه يدير أمورها موجود في لندن وده الأول مرة يحصل خارج مصر منذ تأسيس هذه الجماعة ولم يكن حتى أي حد يتوقع حتى بعد القضة على إبراهيم محمود عزة كان الكل بيقول إنه لا يمكن يكون الاختيار من خارج مصر لأنه ده أمراه ما حصلت فعلا ده صحيح ويمكن الأزمة الرئيسية اللي عايشها الأنظيم دلوقتي إنه مش قادر يقنع بقية القيادات اللي موجودة ويجيه للوسط ويجيه للشباب في اسم إبراهيم مونير ويمكن لأول مرة يتعين مرشد أو يتقال إن فيه شخص تولى مسؤولية المرشد ولا يظهر من يبيعه أو يؤكد أو يدعم موقف لم يظهر أي شخصية إقوانية كبيرة يقوم بدعم هذا الرجل الفرع اللي موجود فيه الدوحة حتى هذه اللحظة صامت تماما القراضاوي لم يظهر أي تعليق على هذا الأمر في نفس الوقت أصمت الليما اللي كان سكرتير للقراضاوي ومتواجد الآن في اسطنبول يتولى جبهة معارضة قوية جدا ويتحدث مع شباب الإخوان ومع الشباب اللي يمكن أن يجمد أضويته داخل التنظيم عن إنه رافض وجود إبراهيم مونير وتتحدث عن فضائح بعضها أخلاقي وبعضها مالي كل هذه الأشياء بتديني مؤشر على إنه هناك انفجارا يحدث في هذه الجماعة أن هذه الجماعة الآن تعيش حالة من حالات لاحتضار لأنه هيكليا لا يوجد إجماع على من يقود هذه الجماعة وبالتالي لا يمكن التعويل على أي قرار يمكن أن تتخذه في المستقبل فبالتالي إحنا الآن أمام صراع له بعض مالي له بعض تنظيمي وله بعض أيضا معناوي لأنه لا يوجد إجماع حول القيادة التي تدير الأمور هذه الجماعة الآن هل ده معناه أن نحن نتوقع نشاط أكبر للتنظيم الدولي على حساب التنظيم في الداخل تحديدا أننا بقلنا فترة كل من هم متخصصين فيما يتعلق بعمل الجماعة الإرهابية بيقال أنه في الفترة الأخيرة تحديدا كالعمل اجتماعي له علاقة بأهالي المسجونين له علاقة بأهالي الهاربين وتهريب عناصر وليس له علاقة بالعمل الحقيقي يعني لهذه الجماعة على الأقل من داخل مصر أظن أن الجماعة الآن تعيش حالة من حياة اليأس أنها ممكن أن تستعيد مرة أخرى التنظيم داخل مصر ويبقى ترباط الأمنية القوية والنجحة والتي وصلت إلى محمود عزة مؤخرا وقدرت أنها تضع في قبضة العدالة ويتم محاكمته مع قيادات أخرى أدى يعني أشعر الجماعة باليأس الشديد أنها تستطيع مرة أخرى أن تستعيد كوادرها التنظيمية وشكلها التنظيمي داخل مصر فلجأت إلى الخارج ثم أنه في داخل الجماعة الآن هناك صراعات تتصل إلى مستوى التفرقة أو ظهور جماعات جديدة من داخل هذا التنظيم وهذه الجماعات ستكون مستقلة بقياداتها ومستقلة بتنظيماتها وربما يقب وراءها أجهزة استخبارات تعمل الآن استخدام هذه الجماعة لتنفيذ أغراضها نحن نرى الآن استخدام من تركيا استخدام من قطر محاولات والإيحاء بأن هناك أعمليات تسليم وتاريخيا بريطانيا أستاذ محمود بالقطع طبعا تاريخيا بريطانيا وربما وجود إبراهيم مونير في بريطانيا يقول أن الجماعة تعود مرة أخرى إلى حضراتها الجنينية أو حضراتها الأساسية والحضرات الأممية أستاذ محمود أروح بنقطة أهم حضرتك ذكرتها عن عصام طليمة أستاذ أحمد ما الذي دفع تحديدا عصام طليمة القياد الإخواني بتوجيه اتهمات عنيفة الحقيقة لمحمود حسين أمين عام الجماعة الهارب في تركيا إبراهيم مونير القائم بأعمال المرشد العام حاليا محمود إبهاري وهو متحدث باسم المكتب في لندن والتنظيم الدولي بأنه هم المسؤولين عن سقوط محمود عزة بسبب التواصل معه بشكل أو بآخر رأيك إيه في النقطة؟ بصنا خلال ننظم كلامنا في عدة مساحات المساحة الأولى أنه إحنا أعترفنا بلا شك أنه فيه خلافات كبيرة في صفوف الإخوان خارج مصر خصوصا المجموعة الموجودة في تركيا قلنا فيه فساد وقلنا فيه عمليات حصول على أموال بالأطراف بعيدا عن الأطراف تانية وفيه فريق عايش فيه مشاكل فيه الإقامة ومشاكل فيه الإنفاق وفيه مشاكل في المعيشة مش بننكر ده لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه هذا التنظيم وطبعا إحنا عندنا أجهزة عاملة يعني نجاحات هيلة في مواجهة التنظيم وفيه جهد ها خرافي مبزول من أجهزة الأبل وغير أجهزة الأبل جوة مصر وخارج مصر لكن أنا عايزة بس نرجع بالتاريخ في 25 فبراير 45 لما قاتلوا أحمد ماهر باشا ضربات يعني عنيفة ضد الجماعة بعد ما يعني حتى لما تقالوا أنه محمود العسوي مش بينتمل الجماعة وقامت الجماعة مرة أخرى في 22 مارس بعد ما قتل الخزندار فيه حلوان المستشار أحمد الخزندار تلقت الجماعة ضربات عنيفة وقامت من جديد في 15 نوفمبر بعد ضبط قضية أو حادث سيارة الجب أحمد عدد الكمال ومصطفى مشهور وآخرين اللي بلغ عددهم 34 متهم تعراضة الجماعة لضربات عنيفة وقامت من جديد في 13 يناير 1949 لما في قضية شفية إبراهيم أنس في حادث ناس في محكمة السيئناف القاهرة تعراضة الجماعة لضربات عنيفة وقامت من جديد أريد أن أقول لك في الفترة من 49 لغاية 23 يالوي 52 لما قامت الثورة استطاع التنظيم إعادة بناء لفسه من جديد لغاية ما قام بجرمته في 54 في حادث المنشية فضلة الأمور تمشي لحادث تنظيم سيد قد 65 اللي ضربت في التنظيم يا أستاذ دلماء في حدود 260 متهم لما توفى جماعة عبد الناصر سنة السبعين تقريبا ما كانش في حد من الجماعة خارج السجون غير المجموعة اللي بتكلم عليها اللي هي بالمئات لكن اكتشفنا بعد كده ورغم وجود عمرة الميثاني مرشد إن كان في مرشد خفي استمر أربع سنين والدولة ما تعرفش فأنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا قدام تنظيم قادر إنه رغم كل النجاحات وإحنا بقول لحضرتك يعني عاملين نجاحات خارج ودخل بلاد يعني أسطورية أجازة الأمن مفيش مجهود إلا ما عملتها لكن إحنا قدام تنظيم بيلقى دعم من قوى دولية زي ما بيقول تيري ميسان الصحف الفرنسي دول الاحتياط الاستراتيجي للاستعمار الغربي الاستعمار الغربي اللي هو إيه مش يعني مش اللي كان موجود عندنا في الثلاثينات والأربعينات لأ اللي هي القوى اللي هي الاستعمار شكل وتغير طبعا بلادنا دي تنهض بالضبط كده اللي هي مش عايزة بلادنا تنهض بأي طريقة يعني لا تنهض اقتصاديا ولا تقوى تتماسك اجتمعيا ولا يبقى لها إرادة أساسية ولا عايزة توقف اللي بيحصل في مصر النهاردة فهذه القوى لن تتخلى عن الإخوة فأنا عايزة أقول لي حضرك حاجة تانية الرئيس الأبريكي ما احترابنا الكامل ليه وطبعا نتمنى يعني انه إضاءة بكفحته للرهاب تستمر لكن عايزة أقول لي حضرتك قرار زي نقل السفارة الأبريكية من التل قبيب للقدس وكان لم يجروا رئيس الأبريكي على فعله عمله رئيس ترامب سحب قوات الأبريكية من الخارج عملها رئيس ترامب النقطة بقى اللي قالها في البردامج الانتخابي بتاعه واعتبار الإخوان جماعة رهبية ما حصلش شوفي تخيالي اعتبار الإخوان جماعة رهبية أصعب من تحويل السفار الأمريكي من التل قبيب للقدس احنا بتتكلم على تنظيم دولي اه فيهم عناصر هي مش أصعب أكيده لكن لها حسابة أخرى زي محضرتك ذكرت انه يعني هذي الجماعة يحتياطي لدى الغرب فيما يتعلق بالمنطقة طبعا وطلقى دعم حتى ده صحيح فخلينا نتعامل مع اللي احنا مؤمنين به هل بنتعرض لمؤامرة ولا لا نتعرض نتعرض مين رأس الحرب في هذه المؤامرة هذي الجماعة هل اللي بيحركهم هيتخلى عنهم هو ده السؤال لو تتفضل بالبقاء معي أستاذ أحمد يمكن هاخد من كلام أستاذ أحمد فيما يتعلق بشكل الاستعمار الذي تغير بشكل استهداف الدول الذي تغير وأصبح له أذرع مختلف فأذرع في كل مكان ومن أهم هذي الأذرع التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا خلونا نستقبل عبر الهاتف موانتس مصطفى طبعا أبو جامرة خبير تكنولوجيا المعلومات بشوانتس أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك عايزة سأحرك في البداية قبل ما نتكلم في أي تفاصيل كيف تصنع الترندات أو الترندات أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا هو أن الترند على تويتر يختلف عن عدد عدد البحث اللي تجرأ على جوجل الفيسبوك مش عامل ترندات وطبعا إحنا عارفين أن تويتر شبكة قليلة في الاستخدام إذا ما قورنت بالفيسبوك أو بجوجل ويمكن أنا بعثت للزملة في الاعداد فيديو بيبين الاعداد في اليوم الواحد بالنسبة لتويتر وبالنسبة لجوجل وبالنسبة للفيسبوك طيب بالنسبة للتكنولوجيا أو التقنية الموجودة عند تويتر هو بيعمل حاجة في مالها اشتاك عملها ليه؟ لأنه ما عندهش قطرة على عمل بحث أنت ما تيك تطور على تويتر بسرش المتاجة تطلع واشي فعال أن أنا أعمل وفي يعني أعمل هاشتاج وحط كلمة مفتاحية بالزبط وأربطها بقى بعد كده الناس بيشتغل عليه طيب ده التكنيك بتاع الترندينج الترندينج يجي من الاعداد في الساعة عدد الناس اللي استعملت الهاشتاج دي في الساعة طيب أو في الربع ساعة طيب النهاردة الناس ديت ممكن يبقوا ناس حقيقيين أو ناس غير حقيقيين إزاي غير حقيقيين؟ الآلة في برامج اسمها البطس البطس ديت ممكن أن هي تحاكي الإنسان في أنه يخش عنده فيك أكاونت على تويتر على أي حاجة ويبدأ يتطرف كأنه إنسان وبالتالي يبدأ يطلع تويتات وريتلاي وكأنه إنسان بس هل بتبقى باينة يا بش مهندس؟ في الطريق هل بتبقى باينة التزييف اللي بيحصل ده من خلال برامج ممكن أعرف إذا كان ده مزيف ولا لا؟ أنا كمستخدم من الشهدر يكون عندي الخبرة ديت لكن العاملين في المجال يقدروا طبعا المنصات ذات نفسها بتكافح الموضوع ده بشكل عنيفة بتكافح الفيك أكاونت والمتكافح الفيك نيوز الأخبار المزيفة والأكاونتات المزيفة فبالتالي أنا النهاردة اللي بيطلع على تويتر أساسا لا يمثل الشعب لأن إحنا المصريين موجودين على فيسبوك والقلة القليلة اللي موجودة على تويتر إذا ما قرنت اللي موجودة على تويتر وتويتر مش هتجدي في منتطف العمر ومنتطالع دايما هنجد عليه الشباب وفي بعض الناس بتقول أنا بحب التويتر لأنه هو دايما معترض ودايما نيجة الانيرجي ودايما عايز مشكلة ونولحها بيسموها مستشفى المجانين تويتر ده مستشفى المجانين لكن لو أنا عايزة عرف الحقيقة بحق أروش لجوجل بيرش غوليون أشوف الناس اللي بتدور بتدور ولا أين على المواضيع مهانس مصطفى طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على أية حال مهانس مصطفى أبو جامرة خبيل تكنولوجيا المعلومات أعود لضيفي أستاذ محمود بسيوني أستاذ محمود خلييني أسألك هل اختيارات التنظيم دائما ما تكون أو بتهتم بالقيادات على حساب قواعده؟ بالتأكيد لأنه القيادات هما اللي بيتحكموا في المفاصل القصة بالتنظيم وبيتحكموا في التراتبية اللي موجودة ما بين الصفوف اللي بتعمل تثبيت الجماعة أو من أجل التعامل مع العضاية اللي بتأخذها هذه الجماعة مع البعض الآخر اللي بيعمل على الأموال داخل الجماعة وتدورها أو البعض الآخر اللي عنده اتصالات ببعض التنظيمات أو بعض المنظمات الحقوقية وغيره من الأشكال التنظيمية اللي بيتعامل معها الإخوان فبالتالي القيادة كانت في خلال السنوات الماضية قيادة مركزية وربما يطلق عليها السقور اللي هم كلهم أبناء التنظيم القبي أو الطيار القبي داخل الإخوان وهؤلاء السقور هم المؤسسين الجدد لأنه في الحالات اللي كانت بتحتضر فيها الجماعة كانت صحيح بتحتضر تنظيميا لكن كانت بتظل الفكرة قائمة وده يمكن يشبه كثيرا الشكل اللي احنا بنشوفه الآن لأنه ما نراه الآن هو احتضار تنظيمي لكن تظل الفكرة قائمة وربما يعني يحدث مرة أخرى أن تجتمع ويعني تعود بشكل جديد ولكن خلينا أقول لحضرتك أنه في لحظات الاحتضار التنظيمي بيبقى فيه عندنا انقسامات داخلية رأينا يعني في السنوات الماضية وفي تاريخ هذه الجماعة أن خرج من رحمها جماعة زي التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية وكثير من التنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة وتمرلت على قيادتها بمن حضرتك ذكرت هذه الجماعات يا أستاذ محمود وفيما يتعلق بالجناح العسكري والجماعات اللي بتقوم بعمليات عسكرية على الأرض اتبع لجماعة الإخوان واللي كان مسؤول عنها في المقام الأول وتمويلها من خلال محمود عزة مصيرهم إيه دلوقتي أتصور أن هذه المجموعات خطرها لذلك قائما ربما أجلس الأمن تصل إلى بعض الشبكات وبعض الخيوط التي يمكن أن تصل بنا لكل أفراد هذا التنظيم خاصة وإنه إحنا قدرنا نصل إلى العقل المدبر لهذا التنظيم منذ عوامه ومحمد كمال وبعض المرتبطين به يعني واجهنا اللي جاني النوعية ثم واجهنا تنظيمات الأخرى زي حصم واللواية الصورة وغيره من هذه التنظيمات التي ارتكبت أعمال إرهابية وهي مرتبطة تنظيميا بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكانت تحصل على تمويلا من خطر وتحصل على دعما معلوماتيا واستقباراتيا من تركيا فأتصور أن أجلس الأمن لديها الآن بما تعرفه عن محمود عزة أو عرفته من محمود عزة خلال التحقيقات كثيرا من المعلومات عن هذا التنظيم ربما الخطر لازال قائما لأن هذه الجماعة تعمل الآن بأسلوب الزهب المنفردة التي يمكن أن تقوم بعمليات إرهابية زي أي تنظيم إرهابي موجود دلوقتي في العالم ونخشى من تأثيراته وتأثيراته خطر قائم ولابد أن تتعامل معه الأجهزة الأمنية بما لديها من قدرات ولكن يستمر التحسير لو تتفضل نبقى معي أستاذ محمودة أنتقل بهذا السؤال لأستاذ أحمد أستاذ أحمد يمكن في البداية كنا نتكلم عن فكرة تبدل الاتهامات بالعمالة والخيانة للأجنحة المختلفة من هذه الجماعة بالنسبة لي فيما يتعلق بالقيادات والشباب هل تتوقع حدوث أي شكل من أشكال التمرد تحديدا بعد تصريحات إبراهيم منير الأخيرة اللي أكيد أو أثارت مجدل وغضب كبير لدى شرائح الشباب تحديدا هو طبعا إحنا أو هما يعني أو إحنا كمان بنتفرج على يعني العقد اللي فات ده من 2013 النهاردة ربما تبقى أسوأ سنوات الجماعة وإحنا بنتفرج على مهازل حصلة سواء في قطر أو في تركيا أو حتى في مصر ما احنا شفنا الجناحين يعني محمد كمال وآخرين في خصومها حتى لدرجة أنه اتهموا بعض في سقوط محمد كمال رغم من الأجهزة الأمنية خلاص بقينا على يقين أنها فعلا زي ما قال صديقه السيد محمود اخترقت الجماعة منذ فترة لكن الجماعة قادرة أنه يعني مثلا أنا عايز أقول لحضرتك في المنتصف السبعينيات الجيل بتاع عبد المنعب والفتوح والجزار وعصام العريان وآخرين ما كانش حد يعرفه لكن قدرت الجماعة تجدد دماغها وتسلم العمل الجماهيري لجيل جديد تماما صحيح كان عيب على الأجهزة الأمن زي ما هو عيب النهاردة لكن قادرة أجهزتنا أنها تتعامل بكل قوة الخلاصة اللي أنا عايز أقولها أنه لازم نبقى على يقين أننا بنتعامل مع عدو الشرس اللي في الوجهة ده وتركيا حتى تركيا وقطر دول بيقوموا بدور وظيفة دول وكلاء وليسوا أصلاة في الأصلاة اللي هم اللي إحنا بنتكلم عليهم وبنقصدهم بفكرة المؤامرة أن دول اللي مش عايزين دولة متقدمة وقوية في هذه المنطقة نعم دولة قوية وفي هذه المنطقة ومتقدمة خطر على مشاريعها المشاريعها الدائمة من القرن الماضي حتى من ساعة نقطمر كامبل بن رمان 1905 نعم فإحنا قدام مؤامرة جيل من المتأمرين بيسلمها إلى جيل آخر من المتأمرين نعم علينا نبقى بس وعيين وشعبنا يبقى عارف هو بيحارب مين مش المجرمين أو على الأسف في التعبير يعني الجربيع اللي إحنا شايفينهم دول كلهم يعني أدوات أنفار في المؤامرة أدوات في المؤامرة تقدر تساميهم أي حاجة لكن لازم شعبنا يبقى عارف ونخبتنا تبقى عارفة وإعلامنا يبقى عارفة طبعا أنتو عمين بدور محترم أن احنا بنتعامل مع عدو خطير جدا لا يريد خيرا لبلدنا على الإطلاق شكرا جزيلا لحضرتك عبر الأقمار الصناعية الكتب الصحفي المحل السياسي أستاذ أحمد رفعت طبعا شكري موصول لضيفي الكريم عبر سكعب أستاذ محمود باسيوني الباحث بالمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية على كل هذه المعلومات خلونا نتحول للفقرة الأخيرة الليلة مع لقائي المتجدد مع ضيفي الكريم كل يوم الكتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل النهاردة نفتح ملفات كتيرة متعلقة بجماعة الإخوان اللي بقت محصرة من كل الجهات في أوروبا فرنسا بتحقيق بشأن المعهد الأوروبي للعلوم واللي كان بمثابة بوابة لنشر الفكر المتطرف مجلس العموم البريطاني فيه حاليا تحركات مكثافة ضد الفكر المتطرف فهل تفعلها بريطانيا واللي هي تمثل حاليا معقل هام جدا للإخوان في أوروبا كمان نفتكر مع بعض السنة السوداء اللي عشناها كلنا في هذا الحكم خلونا نستقبل أستاذ عبد الحليم أنديل أهلا بحضرتك كيف أنت؟ أهلا وسهلا خليني أبدأ مع حضرتك بتصريحات الرئيس النهاردة عن المشاككين في قرارات الدولة وإجراءاتها إلى ماذا أو بيهدفوا لإيه يا أستاذ أنديل هؤلاء المشاككين الرئيس وصفهم بهذا الوصف تحديدا يعني أظن أن هذا التشكيك لن يتوقف قريبا لأنه ببساطة شديدة جدا هؤلاء يحسون أن لهم ثقرا مع الدولة المصرية ثم امتد ثقر هؤلاء إلى أجهزة مخابرات معروفة من تركيا إلى مليارات قطر إلى جهاز المخابرات البريطاني الخارجي إلى حتى بعض نشاط للسي اي اي هذه الدول خاصة الدول الغربية لا تقطع صلاتها أبدا بأي كيان في العالم المفعول به وهم يضمنوننا كذلك ضمن هذا العالم نعم من ثم فإن التعويل على أي أوهام من نوع أن تسلك بريطانيا كما ذكرتي في مجلس العموم أو في غيره سلوكا ينتهي بها ببريطانيا إلى تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية أنا أعتقد أن هذا نوع من الوهم الكبير وقد جرت تجربة قبل ثانوات وأعد تقرير قال والله الإخوان إرهابيون لكن بعض الأجنحة إرهابية لكن أجنحة أخرى سلمية وإلى آخر علينا أن نتذكر أن المخابرات البريطانية بالذات وهي ذات علاقة أصولية إنجاز التعبير بجماعة الإخوان منذ تبرع شركة قناة السويس البريطانية الفرنسية بخمسمائة جنيا لجماعة الإخوان وقت إنشاءها إلى ما جرى من أعاد التواصل مع اتفاقية الجلاء في 1954 إلى أن وصل الأمر لأن جهاز المخابرات البريطانية كان يصدر بيانات باللغة العربية باسم جماعة الإخوان ويتولى توزيحها كما كشفت وثائق أذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي قبل شهور ما أريد أن أقول أن هذا التشكيك لن يتوقف لكن الأهم من متابعة هذا التشكيك وهي واجبة أن نتابع سيرنا لأن كل سير وكل عمل يمكن أن ينطوي على أخطاء أنا أتقل من هذا المحور موبايل كل فرد أصبح هو تلفزيونه وإذاعته ويمكن أن يلعب دور المنشئ والمرسل للمتلقي هذا معناه ببساطة أنه لا يمكن أن نتوقف فقط أو أن نقصر عملنا على متابعة ما يدعونه من إشاعات أو تلفقات أو أخبار مكتزئة أو محرفة أو حتى مختلقة أفضل ما يطرد الإشاعة هو الحقيقة أفضل ما يهزم الإعلام المعادي هو أنه إعلامنا يبقى عنوانه الحقيقة دي تواصل أكبر مع الناس في الشارع وإخلاص أكبر للحقيقة واحدة لأن الحقيقة في كل الأحوال سوف تنتصر أما محاولة تحويل إعلامنا لمجرد نسخة نيجاتيذ من الإعلام المعادي يعني أن تقول العكس فأنا أعتقد أن هذا في بعض ضروبي وببعض أنواعه يخدم الإعلام المعادي من حيث لا نحتسل إذ أنه يصور الإخوان كما تذهب بعض التناولات الإعلامية في بلدنا كجماعة مطلقة القدرة قادرة على فعل أي شيء في أي زمان وفي أي مكان وإذا جهلت عدوك وإذا حولت إلى أسطورة فسوف تفشل بالتأكيد تهزم معنويا قبل أن تهزم ميدانيا في المواجهة طيب حضرتك ذكرت أنه تحول بحضرتك لملف آخر أو محور آخر فكرة أنه تحرك لمجلس العموم البريطاني ضد هذه الجماعة بما أنها علاقة أصولية يعني أخذ من كلام حضرتك وهو فكر يعني به الكثير من الوهم ولن يحدث ولكن هل تتوقع إجراء قريب من جنب الأوروبي بالرغم من كل ما فيه من مشاغل وبعض الملفات الهمة والصعبة عليهم في هذا التوقيت على سبيل المثال معهد الأوروبي العلوم الإنسانية ويمكن كان بمثابة بوابة لنشر الفكر المتطرف هل أي خطوات برأيك ستأخذ في هذا الإطار؟ المعهد الأوروبي العلوم الإنسانية وهو كما يقول مهتم بنشر اللغة العربية وآدبها والعلوم الإسلامية وهو كفر أو قناع لأداء جماعات أبرزها جماعة الإخوان موجودة فروعه في أوروبا كلها وليس في فرنسا فقط نعم هذه واحدة اتنين ما يحدث بصدد فرع المعهد في فرنسا هو أن أجهزة الأمن الفرنسية تشك في أداء هذا المعهد المعهد مقنن يعني موجود بصفة مشروعة قانونا طبقا للقانون الفرنسي ويتعاون مع جماعات فرنسية في منح الشهادات أو في معدلة الشهادات وجو والارتياب الموجود حاليا متعلق بجهات تمويل هذا المعهد إذ أن التبرعات المعلنة لا تسد سوى جزء يسير من أنشطة هذا المعهد وتوسعاته وإنشاء مدن للطلبة وإلى آخره اتنين أن بعض خريجي هذا المعهد تجرى ضبطهم في فرنسا متورطين إما في السفر للتحق بداعش في سوريا أو في العراء أو في تنفيذ أعمال إرهابية في فرنسا ذاتها إذن هي شواغل فرنسية الشواغل البريطانية في مدار آخر لأنه لا يحكوا جلدك مثل ضفرة هم لا ينظرون إلى الإخوان نظرتنا إلى الإخوان يجب أن نكون وثقين من ذلك أنبت إلى أنه قبل سنوات مع صعود الأخ ترامب إلى البيت الأبيض تصور البعض في إعلامنا أن ترامب قد يقدم على تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية من أجل سواد عيون هذا لا يحدث أبدا يعني هذه الدول لها سياسات ثابتة وخطط ثابتة ولا تهم الخيطن فيما يتصورون لعبة العرائس على مصرح المنطقة هل هذه السياسات متعلقة بمصالح هذه الدول فيما يتعلق بمنطقتنا أم متعلقة فقط بمصالح هذه الدول بغض النظر عن تأثير ذلك على هذه المنطقة لا يتعلق بمصالح هذه الدول في منطقتنا وفي غير منطقتنا بمعنى أكثر وضوحا أكثر ما ذهبت إليه بريطانيا وأمريكا هي أن صنفت جماعة حاسم وما يسمى لواء الثورة وهي أسماء متدخلة لبعض المجموعات الإرهابية الصغيرة المرتبطة بجماعة الإخوان صنفت هؤلاء كجماعة إرهابية لاحظي أنه بعد هذا التصنيف اختفى اختفى الإسمان لأنه الأصل قائم هنا التصور قايم على فكرة بسيطة جدا كيف يمكن حكم هذه المنطقة من خلال سبل أكثر يسرى هناك تصور أمريكي معلن من سنوات من خلال ثينك تانكس أو مراكز التفكير يقوم على أنه الإخوان خيارنا في المنطقة لأنهم حسب زعمهم جماعة معتدلة يمكن أن تقلص نفوذ الجماعات المتشددة التي تواجه إسرائيل تحديدا اتنين هم أيضا سوف يحصلون على الأغلبية في أي انتخابات بطريقة أوتوماتيكية أو ميكانيكية ومن ثم فإن الأفضل أن نستخدمهم هل مازال هذا واقعي أستاذ أنديل؟ قد تكون عليهم وجوه قصور هل هذا واقعي أم لا؟ كان رأيي كان رأيي المعلن منذ فترة طويلة جدا أولا أن شعبية الإخوان شعبية طفحية طفحية يعني إيه؟ زي الطفح الجلدي يعني هي مرتبطة بسيرة مرض معين في تطور المجتمع اتنين أنه فكرة أن جماعة الإخوان جماعة معتدلة فيتطرت التشدد العنيف من جهة أخرى ثبت أيضا فسدها لأنه في دعشانة هائلة في أوساط شباب الإخوان وعلينا أن ندرك أنه حتى مع تمزق التنظيمي أو الاحتضار التنظيمي أو الانشقاقات التنظيمية علينا أن ندرك أن الاتجاه للعنف سوف يزداد لن يعقل الأمر هنا التجارب التي جرت في المنطقة تؤكد وجهة نظري فيما أتسهوا على سبيل المثال في تونس الإجابة تونس جماعة حركة النهضة المرتبطة بالإخوان حكمت شاركت في كل الحكومات من 2011 إلى اليوم ولم يثبت أبدا أن شعبيتها ميكانيكية جماعة النهضة حصلت في أول انتخابات في 2011 على مليون ونصف المليون صوت حصلت في آخر انتخابات على 400 ألف صوت اتنين جماعة الإخوان النهضة بين قوسين في تونس لم تطرد جماعات التشدد أو لم تخفف من وطقتها والدليل أن تونس الصغيرة التي لا يكاد يصل على سكانها على عشرة ملايين أو أكثر قليلا هي أكبر مصدر للدواعش في العالم كله وبالمناسبة المعهد الفرنسي المعهد العلوم الإنسانية المشار إليه في فرنسا التي تطرده جهات الأمن الفرنسية يديره تونسي لقبه جاب الله وهو قريب من راشد الجنش حضرتك معلومة أو أرقامي أستاذ أندي الفكرة من يتم تجندهم بشكل كبير من قبل داعش من الشباب الأرقام دي فين؟ هل في نسبة معينة لذلك؟ أرقام دي مزاعة وثابتة ومستقرة لأن تم ملاحظة كان التصور قبلها في دراسة تطور ما يسمى الجماعات الإسلامية بين خوسين الثقيلين أن منطقة الخليج هي المصدر الرئيسي للتدعش إنجاز التعبير أو الدعشانة كانت المفاجأة أن تونس الصغيرة رغم ما نعرف عنها من سبق لإقرار الخريات الشخصية والمدنية وحقوق النساء وإلى آخره هي الأكتر صاحبة أكبر عدد أنا ما بقولش بالنسبة مش بنسبة عدد السكان إلى غيرها يعني مش بنسبة عدد السكان إلى عدد السكان المصريين يعني التونسة الدواعش أكبر عددا بما لا يقاص إلا الدواعش المصريين طبعا هناك دواعش مصريون الفكرة التي أريد أن أركز عليها أن الفرضيتان هي أن الفرضيتين اللتان تزعمان أن وجود الإخوان كجناح معتاد لا يطرق تشدد أو أنهم من زاوي الشعبية الميكانيكية فكرة فسدة لو أعدنا الأمر إلى أصوله المصرية في عام حكم الإخوان سوف نجد مصداقا لهذه القاعدة أيضا هذه الفرضية أكيد موافقة في أواخر عام 2000 معلش أستاذ أنديل بعتذر المقاطعة ولكن فرضية أنه وجود الإخوان لدى الغرب يعني ضمانة لعدم وجود جماعات أكثر تشددا هو كرتلا يحرق نقطة تانية آفران بالغرب حقائق صلة الدعشانة بالجماعة هي أكيد معروفة بالنسبة للغرب إذن هذه الفرضية أو هذه النقطة تحديدا مش هي الحقيقة بالنسبة للجانب الآخر من العالم أيوة أنا أتحدث عن المذاعم التي رددوها وكرسوها لكن المذاعم التي كرسوها ورددوها من زاوية مصالحه هم لا يعنيهم أن تتحطم المنطقة أو أن تتحطم كل دولها عنايتك ومصالحك غير مصالحهم يعني هذه قصة مختلفة تماما هؤلاء ليسوا قضاء ولا هم من المحامين يجلسون على الطاولات لكي يحكمون بالصحة أو بالغلط الصح والغلط مسألة نسبية من زاوية المصالح والأولويات في مصر في عام حكم الإخوان وهذه هي التجربة الوعائي الأكبر سنجد أن شعبية الإخوان طفحية فعلا الدليل عندي أنه في نهاية عام 2011 حصل حزب الحرية والعدالة حزب الإخوان على 47% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية بعد ستة شهور لا غير جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وترشح فيها السيد محمد مرسي سيد محمد مرسي حصل في الجولة الأولى على 24% من أصوات الناخبين لاحظي أنه خلال ستة شهور لا غير هبطت شعبية الإخوان من قرابة الخمسين بالمئة إلى النصف في ستة شهور هذا أمر درامي لا يحدث إلا في حالتنا حالتنا ليه؟ ليه حصل ده؟ حصل ده ببساطة لأنه خلال أربعة عقود سبقت بدأ الإخوان وبدأ تيار اليمين الديني بصفة عامة بتعرف بنا وهم البديل لنظام الاستداد والفساد الذي كان قائما قبل 25 يناير 2011 حين جربهم الشعب المصري ثبت له بالملموس وباليقين وبالتجربة التي يخير برهان أنهم قارين وليسوا بديلا وهذا ما يفسر ما جرى من بعد إلى الآن يعني ما جرى من بعد يعني أنا اقتناعي ببساطة أن الظواهر العربية تتكون أولا في مصر ثم تمشي بنظرية الأولان المستطرقة مشرقا ومغربا لاحظي أنه من العراق إلى تونس إلى السودان في الموجة التانية لثورات الغضب العربية المعصرة وهي ثورات لها طبيعة خاصة تقوم ولا تصل إلى السلطة وهذا موضوع آخر النقمة الأساسية كانت ضد طيار اليمين الديني خلع في السودان بعد 30 سنة في العراق أصبح قارينا للفساد والنهر في تونس الآن لأنت تلاحظين حتى رغم تراوط الأداء في تونس أن ظاهرة الإخوان إلى انحصار وظاهرة راشد الغنوشي إلى تراجع فهنا القادة العامة رغم اختلاف الصيار التي جرى بها هذا التطور الذي انتهى لضعف لما أسميه ضعف الطلب لاجتماع على الإخوان بمعنى أكثر وضوحاً الناس قد يكونوا في ضيق من أشياء كثيرة جداً اقتصادية واجتماعية وسياسية لكنهم يقيناً الآن في مصر وفي غير مصر مشرقاً ومغرباً لم يعودوا يتصورون كما كان التصور قبل عشر سنوات أن البديل هو الإخوان لا أحد يريد العودة إلى حكم الإخوان كان حكم الإخوان على ما انطاعه علي من محنة نعمة كبيرة جداً لأنه اختصر كثيراً من المناقشات كان يمكن أن تستمر إلى ألف سنة كان الإخوان يتصورون أن وصعهم أن يحكموا مصر إلى خمسمية سنة لاحظي أنه انخفاض اللي جرى ما بين نهاية 2011 إلى أواصل 2012 جرى استطراضه فيما بعد إلى 30 يونيوم 2013 لماذا رفض الإخوان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقد كان هذا مطلباً ديمقراطياً مطروحاً لأنهم كانوا يعلمون يقيناً أنه ليس بوسعهم العودة إلى كرسي الرئاسة ولا إلى كرسي البرلمان إذ أن شعبيتهم كانت كانت انخفضت في ذلك الوقت بتقديري إلى تحت العشرة بالمئة طبعاً مع الاتجاه للدعشانة والتحول إلى عنف مباشر بما حطم الدعوة السلمية تماماً وثم مع الانتقال إلى خارج البلد وما جرى من تتريك الإخوان أو التبعية للجيش التركي أو المخابرات الترجية جرى نسف الادعاء الوطني بعد الادعاء السلمي فلم يبقى من الجماعة إلا هيكلها العظمي الداعشي المباشر حانت وقت الجولة الإخبارية أستاذ أنديل العظمي سوف تلحق موجات عنف يجب أن نكون في حالة يقظة تجاه أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً الكتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل على وجودك معنا يتجدد اللقاء دائماً كل أربعاء مشاهدين كرام انتهت الموغا لهذه الليلة بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً على حسن المتابعة إلى اللقاء